شرائوي يعني فيتوريا قال في المؤتمر الصحفي النهاردة انه هو هيغير في بعض التشكيل علشان في حد من المسؤولين في اتحاد الكرة قعد معه ولا علشان الضغط اللي بيتعرض للمنتخب بعد التعادل مع موزنبيق لا هو بالنسبة اتحاد الكرة تلات ترباحه ومالعبش كرة ومعرفش في الفنيات لا اتكلم معا يعني لو اتكلم على اتحاد الكرة وانا ما اعتقدش يعني ان في حد في اتحاد الكرة هو خلينا بس نشوف مصر وموزنبيق كان فيه لعيبة بعيد عن مستواها وعملت اخطاء كارثية اثناء المباراة زائد طريقة لعب فيتوريا اللي هي مش معتادة ولعب بيها قدام موزنبيق كانت احد اسباب التعادل قدام موزنبيق فبالتالي المفروض ان فيتوريا بيصحح الخطأ اللي هو يحفيه في مطش موزنبيق في مطش غانا عشان كده في المؤتمر النهاردة بس انا متعال ان هو يمكن كان عنده حتة مش عايز يعترف ان هو اخطأ مش عايز يقول ان انا هصلح اخطائي فقال لك انا كده كده هغير اه كده كده هغير ولكن انا في تصوري هو اخطأ اللي هو الطريقة اللي لعب بيها زيزو ومحمد صلاح ما يلعبوش مع بعض في نفس التشكيل ده بيلعب يمين وده بيلعب يمين واحد بس اللي يلعب فيه مع احترام الشديد طبعا لزيزو احسن لعب في افريقيا او في مصر وصلاح احسن لعب في العالم ولكن هم بيلعبوه في مركز واحد ومصطفى فتح برضو تسوق حظه انه بيلعب في نفس المركز ده عشان بس الناس اللي تيجي تقولك ايه اصلي لازم مصطفى فتح يلعب اصلي لازم مش عارف طب يلعب على حساب مين صلاح لو بيلعب بربع مستواه لازم يبقى موجود في التشكيل الاساسي ده هو كلام الناس لما بتقول مصطفى فتحي ان محمد صلاح يبقى موجود في العمق ما انت جربت في العمق ما بيرجعش يدافع فبيعملك فجوة ماتش مزمكة مشاكله الفنية في ايه ان مثلا محمد حمدي ما بيرجعش بيرتد في الدفاع بسرعة فيضطر واحد من قسط الملعب النني او حمدي فتحي يضم على الناحية الشمال شوية فبيعمل فراغ كبير ومحمد صلاح ما بيرجعش لورا فانت سبت مساحات كبيرة جدا كانت مشكلتك في ماتش مصنبيك وخصوصا في الشروط التاني اللي هو الفراغات الكبيرة وعدم الضغط القوي من لعبة وسط الملعب على الفريق المنافس الاسلام وبالتالي القصة ان لا فيتوريا اخطأ فيتوريا هصحح الاخطاء من خلال ان يرجع للطريقة اللي كان بيلعب بيها السنة اللي فاتت دي كلها مع المنتخب اللي هي 4-3-3 بشكل صريح هيرجع كل اللاعب يلعب في مركزه محمد النني لما كان بيلعب مع المنتخب من ايام كوبر ما كانش بيلعب في مركز رقم 6 كان بيلعب 8 كان دايما جنبه طريق حامد حتى في المطشاط الودية كان بيلعب جنبه مروان عطية هو اللي بيلعب في مركز 6 والنني يمكن عشان بقى المستوى البدني قال لي شوية كبر في السن وكلام ده كان هو اللي بيلعب في مركز رقم 8 ما بيلعبش انت ماتش بتاع موزنبيك لعبت النني رقم 6 صريح فانت تصلح القصة دي ازاي انت تحط مروان عطية ببساطة شي دي انت تترجعه وهو متفوق فنيا وبدنيا مع النادي الاهلي في المطشاط الاخيرة وجاهز يعني اعتقد ان هو جاهز من ناحية الفنية ومن ناحية البدنية فمروان عطية يرجع وانه موجود زي ما عبد الرحمن قال بيبقى في وسط الملعب والتالت اللي هو لو انت بتلعب 4-3-3 هيبقى امام عشور وزي ما اتمنى التالتة دول هو ده دي التالتة اللي انا اتمنىها من قلب اللي هو الثلاثي المثالي الوسط الملعب عشان تقدر ان انت بتلعب الطريقة بتاعتك صلاح في اليمين مصطفى محمد ده هو رأس الحربة يعني انا لو انا تصوري بقى عمر مربوش شمال هو الترزيجية ترجع احمد فتوح هو الباكي الشمال لان المطش يعني حمدي ما كانش موفق خالص مطش مزامبيك والعيب كويس والعيب واعد والعيب مستقبل في ناحية الشمال ولكن ما كانش موفق في المباراة الاخيرة اه حجازي وانتظلم لان وسط الملعب هو اللي احرج حجازي واحرج محمد عبد المنقى ان انت الوسط الملعب بتاعك فشوته التاني كان فاضي ما كانش بيعمل الضغط ولا بيقلل المساحات على الفريق المناف فخلاص الدنيا بقت فكة بالنسبة لواحد زي احمد حجازي هو اللي شيل الشيلة يعني بعض الاخطاء الفردية اللي لعيبة وسط الملعب هي اللي خلت حجازي يشيل الشيلة في الاخر فالناس قل لها لا حجازي مايلعبش ياسر ابراهيم يلعب يعني بقت موضى برضو دلوقتي حكاية ياسر ابراهيم طبعا ما احترمنا الشديد لياسر ابراهيم طب يعني برضو اده الفرصة لحجازي عنده خبرة والقصة مش فكرة انه واحد يلعب على الحساب واحد عشان ايه انت عايز ايه من اللعيب مين اللي يعرف يبني هجمه افضل احمد حجازي ولا ياسر ابراهيم الاجابة على هذا السؤال تخليك تختار بصدراب ده او ده مش مسألة ان انا مثلا ميال ده على حساب ده او واحد ما بيحبش حجازي واحد بيحب ياسر ابراهيم الفكرة مش تغييرات لمجرد التغييرات وبعدين الامر المؤكد ان غانا هي اللي خايفة من منتخب مصر قبل مباراة مصر وغانا مش مصر هي اللي خايفة من غانا غانا لو خسرت بكرة خلاص ودعت البطولة مصر لو خسرت لقدر الله عندنا فرصة تانية ان انت تكسب كافردي وتتقاهل برضو ان شاء الله للادوار لدور الستاشر منتخب مصر منتخب لما احنا انا شفت ماتش غانا وكافردي منتخب غانا اه عنده لعيبة بس لعيبة كبيرة في السن لعيبة شطابة قورة ما بيلعبوش اللعب الجماعي ما تقدرش مش هما دول منتخب السنغال مش هما دول منتخب المغرب من الناحية اللعب الجماعي والتيكتيك والسن الليلة والقوة البدنية والكلام ده لا هما بيلعبوا على السمعة القديمة بتاعت منتخب غانا ان هو اسمه منتخب غانا لازم يبقى مترشح في اي بطولة بيشارك فيها هو تأكد اللي كلمانك منتخب كان الواحد وستين على العالم انا بتكلم برضو رقميا ومنتخب مصر واحد وثلاثين انا بقول لك هما اللي يخافوا منك وهو هما اللي مرعوبين من منتخب مصر محمد صلاح اللي الناس عمالة تقطع فيه وتقول لك محمد صلاح ما بيعملش حاجة ومحمد صلاح ليه ما يعودش على الدكة وجود محمد صلاح جوء في اي مباراة بيخلي غصبا عن اي مدير فني يخلي اتنين يرقبوه يعني محمد صلاح ده بس كده واقف كده بس لو هما فيه هجم عليك هتوقفوا في وسط الملعب اتنين هيرقبوه مش واحد اللي هيرقبوه لان ده محمد صلاح بيد ثقة لزميله حتى لو ما بيلعبش حتى لو ما بيقديش حتى لو هتيجي تقرن وتقول مع ليفربول بيجري وبيعملوا مع منتخب مصر يا سيدي بغض النظر لو بخمسة وعشرين في المية من مستواه محمد صلاح لازم بأساسي مع منتخب مصر لانه اسمه الوحده بيعمل رعب للفريق المناسب يعني لو هنجيب له كرسي ويقعد في المح هو محمد صلاح موجود اي مدرب يشوف محمد صلاح يخلي اتنين يرقبوه مش هيبقى ده محمد صلاح يا جماعة تالت احسن لعب على مستوى العالم ماينفعش ان انت ببساطة كده تقول لي لا قعدوا على الدكة ونزل حد ما احترم الشديد لاي حد بديل في مركزه من المجموعة اللي موجودة في متخب مصر